انطلاقاً من نشر ثقافة الوعي والتعاون الاجتماعي والإنساني بين الناس ونشر الخير والمحبة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية أطلق مركز قرية عين التينة الخيري في ريف اللاذقية مبادرة جديدة تعتبر نوعية في المحافظة إن لم تكن في سوريا لتحمل هذه المبادرة هدفها الأسمى وهو تقاسم رغيف الخبز وأتت فكرة الفعالية لتكون تشاركية بين إمام وخطيب مسجد قرية عين التينة والمعلم في المدرسة الأستاذ حيدر سالم إبراهيم واستمر المركز الخيري بالمبادرات الأهلية حيث أطلق مركز عين التينة الخيري مؤخراً مبادرة تتضمن بيع مادة البرغ لإهالي القرية بسعر التكلفة وعلى مدار عام كامل وتوزيع الدفاتر المدرسية والقرطاصية على طلاب القرية هذا المركز يتم دعمه من قبل الأياد البيضاء أيضاً في المنطقة الهدف منه مراعاة حاجة الناس في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة لدينا مجموعة من المبادرات من ضمنها مبادرة القمح البرغ لبلدي يتم شراء كميات من القمح من القرية في موسم الإنتاج يعني وقت بزرع المزارعين هنا في المنطقة ويتم الحصاد نشتري كميات من القمح يتساعد أهل القرية بتصنيع مادة البرغل ومن ثم يجمع ويعبأ في أكياس زينة كيلوغرام ويباع بسعر التكلفة لأبناء القرية طبعاً وفق جداول اسمية ووفق ما تقتضيه حاجة العائلة اليومية طبعاً من فترة قام المركز الخيري في قرية عينتيني بمبادرة قيمة ألا وهي مبادرة الخبز مبادرة الخبز لها مبدأ ألا وهو هل لديك زيادة في مخصصاتك فرضاً أنا أستطيع أن أتخلى عن ربط الخبز في الأسبوع أقوم بتسليمة للمركز الخيري ويدفع ثمن هذه الربطة من القائمين على المركز الخيري لمن تبرع بها ومن ثم من هناك من العائلات التي لا تكفيها المخصصات نقوم بتوزيعها مجاناً لهؤلاء العائلات فبالتالي نحصل على اكتفاء نوعاً ما فتحوا مركز خيري بعينتيني يستفيد منه كل الأهالي كل العائلة كل العائلة بيطلع لها كيلو من جميعاً من نوع التموين كل يومين والتالي هذا المركز يقوم بدعم المواطنين الذي لن يستحق لهم رفع الدعم عنه ونقوم بتوزيع الخبز مجاناً من قبل أهالي الخير في عينتيني تأتي هذه المبادرات لتعزيز صلة الترابط والتعاون وتحفيز الشعور بالمسئولية على المستوى الشخصي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر